ماشي ماشي خوفني الدعاء الأول ما كفيد لازم سكع بقول لدعية طبعا منكم ما تحفظونهم أدري ما يمديكم تكتبونهم إن شاء الله حاول نزل لكم يا بوستات باتشر سارت تبنوكم أستقول لكم فكرة عنهم الأول اللهم كفيني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عما سواك هذا الدعاء النبيع السلام قال قال لو كان عليك مثل جبل صير دين لأدىه الله قال له كان الدين عليك مثل جبل الله يأدي عنك اللهم كفيني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عما سواك الدعاء الثاني الدعاء الثاني هذا لا مقدمة لكن ختامة الدعاء اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزبك بداية المقدمة اللهم لا مانعني ما أعطيت ولا معطيه لما منعت ولا قابضة لما بسطت ولا بسطة لما قبضت ولا هذه لما قبضت ولا مضل لما هديت ولا معطيه لما منعت هذه مقدمة شدي وبعدين اللهم ابسط علينا بركاتك ورحمتك وفضلك ونسخك ثلاثة الدعاء المعروف من أذكار صباح المساء اللهم أن يعود بك من الهم والحزن وأعود بك من العجز والكسل وأعود بك من الجبن والبخل وأعود بك من غلبة الدين وقهر الرجال وفي حديث آخر من ضملة وأعود بك من المأثم والمغرم اللي هو الدين أربعة هذا الدعاء جزء من أذكار النوم في عندنا دعاء أو ذكر من أذكار النوم طويل آخر يخص الرزق اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر كل هذا الجزء على الأقل في أي دعاء أنت تدعوه بإذن الله يكون سبب من الغناء الدعاء الخامس قبل الأخير دعاء طويل بس بقولها مرة ما يخالف وإن شاء الله بدنا الله نزلكم يوم قد لكم أنا اللهم مالك الملك تؤتي الملكة من تشاء وتنزع الملكة من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك هذا الدعاء قال عليه الصلاة والسلام لو كان عليك مثل جبل أعد دين لا أده الله عنك مثل جبل أعد عليك دين الله يأدي عنك هذا الدعاء تلتزمه لا تخلي قوله طويل بس تحفظه خلاص سهل ترى ما ياخذونك ثواني آخر دعاء ذكر جميل جدا النبي عليه الصلاة والسلام علم أعرابي ذكر لها الباقية الصالحات قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فشدي مسكهم الصحابي العرابي بإيده وراح يوم راحت يوم راحت لهم لي توقف فلما النبي عليه الصلاة والسلام قال تفكر البائس قال يا رسول الله هذه اللي علمتني يا ربي فما لي هذي حق الله أنا قاعد في ربي زين شنو لي أنا؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت ثم تقول هذا الشهاد الحين اللهم اغفر لي فيقول الله قد فعلت اللهم ارحمني يقول الله قد فعلت اللهم ارزقني فيقول الله قد فعلت هذا الذكر لا تنسى يعني أنت شا تقول سبحان الله والحمد لله وليه الله والله أكبر اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني كدر هذا الباقيات الصالحات وبعدين تعطيهم الدعاء لأن الله يقول بقرام قد فعلت يعني غفرتك ورحمتك ورزقتك هذا وعد من رب العالمين هذه الأذكارة الستة طبعا فيه أدعية كثيرة للرزق يعني من ضمنها وارزقني كذا لكن هذه اللي تكون واضحة وخاصة في مسألة الرزق سواء قضاء الدين سواء الرزق وأن رب العالمين يعطيك يعني إن شاء الله ما دعوته وراجوته هذه الأشياء اللي حبيت تبينها في أسباب الرزق بشكل سريع واحد تقوى الله أثين التوكل على الله ثلاثة الاستغفار والتوبة أربعة التفرغ للعبادة خمسة صلة الأرحام ستة المتابعة بين الحج والعمرة سبعة شكر الله ثمانية اللجوء إلى الله عند الحاجة وإنزال الفاقة به تسعة الصدقة عشرة الصلاة ثم عندنا ست أدعية حستيني مراسلكم من سعد العبدالله هذا اللي حبيت أبيني لكم إن شاء الله يا ربي ينفعنا ويا ربي يكون هذا الكلام اللي قلناه سبب أن ربي يفتح علينا جميعا الأرزاق والخير والنعم ويكثر مالنا ويبارك لنا فيه هو الرزاق هو الغني هو الكريم هو المنان هو الوهاب هو المعطي ما تعدم خير من رب سبحانه وتعالى عسى الله يباركناه لكم بس عطوني فتش شوي خانا أحفظ لكم اللايف وعابل بهل الستاند وإن شاء الله أرجع لكم معك سؤال جواب الحمد لله رب العالمين